اهلا بكم في مرايا ما في جديد سبحان الله نفس الوجوه نفس الناس نفس الكلام نفس المواقف ونفس الغدر اللي شفناه في أوقات الأزمات ومراحل الامتحان والشدة تتجدد معنا اليوم حتى ما فيه بداع أو تجديد مثلاً يعني القطب الأخواني التونسي الشهير راشد الغنوشي صاحب الألف لون والألف صوت ومقام ونغمة ومطبق نظرية لكل أواني أذان كان عنده حسن أو سوء الظن به وكرر نفس المشهد اللي سواه في ربيعهم المزعوم عام 2011 كرره في عام 2018 يعني كوبي بيست نسخة كربونية في 2011 شيخ النهضة ومرشد الجماعة في تونس بشر محبي الأخوان في أمريكا وهم كثر من غير الأخوان بل من غير المسلمين نفسهم بأن ربيعهم المزعوم سيعصف بدول الخليج هو بصراحة سمها ممالك الخليج وخلاص هو الأخ كان في خمرة الفرح بسقوط تونس ومصر وربما كان ينتظر اليمن وغير اليمن في حجر الأخوان وجلس يغازل اللوبي الصهيوني هناك في أمريكا نتكلم عن 2011 أنه هو مستعد للسلام مع إسرائيل وإسلام ما في أحد حيسوي السلام من له وجماعته طبعاً طلع الكلام وقتها للعلن ونشر في الصحف وهو يحسب أن الجدران ليس لها أذان فكذب الخبر ولكن طلع التسجيل الذكر الشرق الأوسط نزلت التسجيل في الموقع الجريدة فهاجم الغنوشي المؤتمر الأمريكي لأنه خالف قواعد السرية يعني هذا اللي كان شاغله قواعد السرية مش محتوى الكلام اللي هو قاله يا سلام يا سلام اليوم نفس الشيء دخل الغنوشي مع حفلة الندابين والبكائين على قصة خاشقجي بغير صدق طبعاً لهم هدف آخر مش جمال الإنسان نفسه وهم أيضاً كثروا كل واحد عنده في قصة خاشقجي هذه عنده فاتورة خاصة من السعودية فقال أنه مقتل خاشقجي هذا الغنوشي طبعاً قال أنه مقتل خاشقجي سيكون مثل عربة البوعزيزي تذكرون باعي على الخضار التونسي اللي قالوا أنه هو السبب اللي أدى للربيع العربي واللي أراد الأخوان والثورجية منه حينها أن يكون أيقونة أيقونة الثورة الشعبية كما زعموا وخصص الغنوشي هالمرة السعودية بحلم الفوضى الموؤود طبعاً طلع الكلام وفي وقت حزبه أصلاً الحزب النهضة منبوذ في تونس وعنده مشاكل وعنده عليها مطالبات قانونية واتهامات خطيرة بالإرهاب على خلفية مقتل بعض الزعماء المعارضة في تونس التهم تنظيم خاصة مع النهضة بصرف النظر عاد إيش اللي يطلع مع القضاء وحلفه العجيب مع الحزب الحاكم اللي هو حزب نداء تونس جماعة الرئيس السبسي جالس ينهار هذا التحالف الثنائية جالس ينهار فطلع الغنوشي مرة ثانية وحاول يتبرأ من كلامه يعني هذه المرة مرتين يعني بعدما تبرأ الدولة تونس منه بس خلاص يا شيخ راشد فاتت وانت بصراحة وحزبك وعواطفكم الفياضة ومشاعركم المخلصة بلا شوائب تجاه المصلحة العامة للسعودية والسعوديين ودول الخليج نقية وليس عليها غبار وقديمة من أيام غزو صدام للكويت مرورا بالربيع العربي المزعوم حتى مندبة قاشقجي هذا الود وهذا الصفاء لا شبهة ولا شية في نقاء ثوبكم الأبيض لنا على الصعيد العربي والإسلامي فنعقد هذه الندوة في مناخات تشبه من أوجه كثيرة المناخات التي فجرها المشهد التراجيدي مشهد احتراق البعزيزي رحمه الله وما فجروا في المنطقة والعالم من تعاطف معه ونقم على الظروف التي قدفت به إلى ذلك المشهد التراجيدي شبيه بذلك الزلزال الذي أثاره الابتيال الوحشي للصحفي جمال خاشقجي لقد أيقظ هذا العمل أيقظ الضمير الإنساني من سبات رافض منطق المصالح السائد بين الدول وليش ما يثير مقتل المعارض البراهمي في تونس مثل هذا الزلزال يا شيخ راشد على كل حال هذا الحلم الموؤود بعودة ما سموه الربيع العربي هو ربيع الأخوان فقط على فكرة الباقين كانوا مطايا أو أدوات الذين لا يؤمنون عن الأخوان إلا بمصلحة فكر الأخوان لا عرب لا عروبة لا يسار لا يمين فقط فكر الجماعة أقول هذا الحلم الموؤود والحقد المرصود ضد السعودية وغير السعودية يعبر عنه تلميذ النجيب بن تلاميذ هذا الحب والعاطفة والصفاء والود الأخواني الفلسطيني اللندني النقي الفؤاد عزام تميمي وللأسف رد الفعل السعودي على الربيع العربي كان بداية هذا الانحدار الآن الناس بدأت ترى نتائج ذلك مصر خربانة وتلفانة ليبيا في حالة من الفوضى سوريا دمار شامل اليمن حرب فتاكة لا طائلة منها شكرا على هذه المحبة طبعا لو نرجع العام 2011 حنشوف نفس تغريد العذب لهذا البلبل الصداح عزام وحنشوف نفس التنغيم على مقام الصبا للشيخ راشد هناك في العالم العربي هناك ثورات نجحت وثورات أخرى في طريقة للنجاح واليوم تقريبا الجمهورية تشك وأن تنتهي ويبدأ دور الملكيات في السنة القادمة الحكام الآن وضعتهم هذه الثورات أمام خيار صعب جدا فإما أن يدرك أن الزمن تغير وأن أسلوب الحكم الذي يقوم على امتلاك المال وامتلاك السلطة امتلاكا أبديا هذا الأمر انتهى وأن لابد أن تعاد السلطة للشعب أما السؤال ليش ينبري الغنوشي وجماعة الغنوشي لهذه البطولات والجعجعات الفارغة الصراحة ما تأدي لشي يعني كل وعود من ذكرني في وعود سعد الفقير جيته فترة كل ما يجي خميس يقول هذا خميس الثورة السعودية ولو عشرين سنة شغال الأخ هناك مشكلة في بطن حزب النهضة التونسي يتلوى منها جسد الجماعة وربما كان الصراح على السعودية هو حالة من حالات الهرب للأمام الأزمة حول الحكومة مستمرة في تونس وآخر تداعياتها بيان لنداء تونس أعلنت فيه استثناء حركة النهضة من مشاوراتها مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة الأزمة بدأت بعدما طالبت نداء تونس بإيقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلا أن حركة النهضة رفضت هذا الأمر بحجة الاستقرار الحكومي بيان نداء تونس الأخير جاء إثر سعيها لتشكيل حكومة جديدة واتهم بيانها حركة النهضة بعدم الابتعاد عن طبيعتها غير المدنية واستمرارها بوضع يدها على مفاصل الدولة والسعي إلى تغيير إرادة الناخبين واتهمت كذلك حركة النهضة بالتدخل في علاقة بلادها الدبلوماسية بالدول الأخرى معتبرة أن ذلك يعد انقلاباً على العرف الدبلوماسي في دولة مستقلة في عبارة ضريفة عند مشهورة أكثر شيء عند الكوتين إذا شغل شخص بالحديث عن عيوب طرف آخر وهو كل عيوب عيوب معيبة أضعاف ما يتحدث عنه الطرف المنصوح يعني هو اللي ينصح ذاه هو أصلاً عنده بلاوي أكثر من المنصوح العبارة هذه باللهجة الكويتية أو الخليجية تقول يقول لك أقول سنع وزارتك بس يعني التفت لإصلاح إدارتك المعطوبة أولاً ثم تفرغ لنصح الآخرين لكن هل يترك الشيخ عاداته أم يحن دوماً لصباه قال الشاعر العباسي الحكيم صالح بن عبد القدوس فدع الصباء فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك مر منه الأطيب ذهب الشباب فما له من عودة وآتى المشيب فأين منه المهرب دع عنك ما قد فات في زمان الصباء واذكر ذنوبك وابكيها يا مذنب إلى اللقاء